الحمد لله و السلام على رسول الله ننتقل من خلال هذا الدرس إلى مكون جديد من مكوينات واجهات الاندرويد هذا المكون هو البروغرس بار نحتاج البروغرس بار إذا كنا نقوم بعمليات تحت إحتاج إلى كثير من الوقت إذن نقوم بإدراج البروغرس بار لتحسين تجربة المستخدر إذن نقوم بإنشاء project إذن نسميه my progress bar إذن capital letter إذن نقوم بإزالة إذن ice cream sandwich ice cream sandwich next 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 إذن إذن نقوم بإزالة إذن إذن نقوم بإزالة text view نقوم بإدراج medium text view ونقوم بإدراج البروغرس بار إذن progress bar horizontal إذن هذا المكون هنا progress bar horizontal نقوم بـ double click text view نقوم بتغيير التكست إلى please wait ثم هنا في البروغرس بار نقوم بـ double click ثم في الويد نغيرها إلى march parent ثم نترك الhide كما هي ونقوم بإدراج هذه البروغرس بار وهذا النص الآن ننتقل إلى src أو code java إذن هنا ماذا لدينا لدينا إذن public progress bar my progress bar public public length static final int هنا وضعنا final لأن القيمة التي سنضعها في هذا المتغير لن تتغير داخل التطبيق عند التشخيط التطبيق القيمة التي سنضعها هنا لا يمكن تغيرها إذن timer time for waiting equals إذن هنا بالميليسكند إذن نحتاج إذن هنا خمسة عشر ثانية إذن خمسة عشر ألف ميليسكند إذن هنا public boole تركي ël مجمد 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 رابس بار state ثم هدت مجمد مجمد إذن مجمد 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 ثم ثم ترغير ثم ونقوم بتعيين الProgressBar ونقوم بتعيين الProgressBar نقوم بتدكاريشن الاتراد ثم نقوم بتعيين الProgressBar نقوم بتعيين الProgressBar نقوم بتعيين الProgressBar وقوم بإضافة الـ Run وقوم بإضافة الـ Run وقوم بإضافة الـ Try & Catch وقوم بإضافة الـ ProgresBarState نقوم بإضافة الـ True وقوم بإضافة الـ Int وهو المتغير الذي نحضر في التوقيت الذي قمنا بمتداره وقوم بإضافة الـ Int Weighted إضافة الـ 0 وقوم بإضافة الـ Y وقوم بإضافة الـ Y وقوم بإضافة الـ Y وقوم بإضافة الـ 1 الضغط تحديم um ليس cama و لكن الكثير جهاز اشتركوا في القناة نستطيع التعليمات نستطيع التعليمات تقريباً نستطيع التعليمات نستطيع التعليمات إذا أدى الـ UpdateProgress سنقوم نحن بتكويتها تحت الـ OnCreate إذا نأتي هنا ونقوم بتكويت الـ UpdateProgress نقوم بـ Recording ونحن نحن نقوم بتكويت الـ UpdateProgress إذا نأتي الـ Int-Passive Time هنا if node differs إذا 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 المتحدث موجود يجب أن تفتح الكرة int prob progress equals myProgressBar getMax في timePassed or pastTime pastTime على and time for waiting متفاصل ثم my progress buttonSet progress then progress then progress نقوم بجربة الApplication and run as Android Application Ice Cream Sandwich نقوم بفتح Emulator ثم ننتظر إذا هنا تظهر لنا progress bar لكنها لا تشتغل إذا هنا نقوم بإضافة Sleep منع 200 ثم نقوم بإضافة ثم نقوم بتفاصل تجربة الApplication الApplication ثم نقوم بتجربة الApplication ثم هنا الProgressBar يعمل يتقدم الProgressBar هنا text please wait ويستغرق الProgressBar 15 ثانية يصل إلى الآخر